موسيقى كما نعلم جميعا هو موسم سياحي بامتياز فيها الجزائر وبالتالي سطرنا برنامج ثالي ومتنوع وكانت بداية هنا من ولاية بيجاية لأنها ولاية سياحية بالدرجة الأولى ولاية سياحية بامتياز ولاية تحتوي الكثير من المقاومات السياحية والصناعة التقليدية وبالتالي بتنسيق مع مدرية الغرفة صناعة التقليدية ومدرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية قررنا تنظيم تظاهر السياحية الأولى في هذه الولاية المتعددة طبعا ضمت معارض خاصة بها صناعة تقليدية والوكالات السياحية وكذلك ندوة علمية من تنشيط أساتذة ودكادرة جمعين وأكاديميين إضافة إلى تنظيم رحلات استكشافية لوسائل الإعلام التي رفقتنا خلال هذا النشاط طبعا ركزنا في هذه التظاهرة كذلك وفي الندوة العلمية على دور المنتج التقليدي في تنشيط السياحي لأن المنتج التقليدي كما نعرف جميعا له أهمية كبيرة جدا بمناسبة تنشيط موسم الاستياف لسنة 2023 لن نشرف أن نستضيف القفلة الأولى للديوان الوطني السياحي الخاص بالعمل على الترويج من أجل تنشيط موسم الاستياف للسنة الجارية بدار صناعة تقليدية سيد علي البحر كما نعلم أن الديوان له دور كبير في الترويج السياحي خاصة بالنسبة أيضا كل مناطق السياحية وأنواع السياحة المعروفة كذلك بالنسبة لهذه السنة أخذ على عاتقه والذي نشكره ججيل السكر يعني التعريف بالمنتج التقليدي ودوره في الترويج السياحي طبيعة الحال فعاليات اليوم الدراسي تتمحور حول دور وأهمية صناعة تقليدية في تعزيز دور قطاع السياحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية يعلم الجميع أن قطاع السياحة يعتبر ركيزة أساسية من ركائز برنامج النمو الاقتصادي المعتمد من طرف الحكومة الجزائرية إضافة إلى أربعة قطاعات أخرى كالفلاحة والطاقات المتجددة ويأتي تنظيم هذا اليوم ليتحدث عن العلاقة الموجودة ما بين الصناعة التقليدية وقطاع السياحة بشكل عام من خلال هذه الازدواجية التي يمكن أن نعبر عنها بعلاقة تغذية عكسية بامتياز